نظم المرصد الوطني لحقوق الناخب ومؤسسة كونراد أدناورا الألمانية يوم الأربعة بالرباط ندوة وطنية حول المنظومة والعدالة الانتخابية في هذه الندوة سنعطي الانطلاق إلى الحملة الترافعية من أجل تتبع العملية الانتخابية من أجل التحفيز من أجل التتبع من أجل المراقبة ومن أجل الدعوة إلى المشاركة ومحاربة العزوف الانتخابي الهدف من ذلك وهو مشاركة الجميع شبابا ونساء ورجالا في تطوير المنظومة الانتخابية وفي تطوير أجل الدموقراطية بالمغرب ما زالت هناك عدة تحديات فيما يخص الانتخابات بما في ذلك المشاركة الانتخابية التي يجب الرفع منها الانتخابات الجماعية التي سيعرفها المغرب السنة المقبلة مهمة جدا ولهذا السبب نحن في حاجة أكثر لتعزيز دور البرلماني في هذا المشروع وتشمل هذه الندوة التي يحضرها العديد من الأساتذة الجامعين والباحثين جلسات تمحورت حول المحددة القانونية للعدلة الانتخابية وحماية الحقوق الانتخابية فضلا عن مراقبة الانتخابات والضمانات القضائية